شاركت صعدت الدكتورة جليلة بنت السيد جوات حسن وزيرة الصحة في المؤتمر الوزاري العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات المايكروبات الذي عقد في مدينة جدة تحت شعار من الإعلان إلى التنفيذ تسريع الإجراءات عبر الشركات متعددة القطاعات للحد من مقاومة مضادات المايكروبات وفي كلمة لها خلال المؤتمر أكدت سعادتها دعم مملكة البحرين الكامل لالتزام جدة والدعوة إلى نهج الصحة الواحدة كما استعرضت تجربة مملكة البحرين في وضع الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات الوطنية للحد من مقاومة مضادات المايكروبات مشددة على حرص المملكة في تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية والطبية مع المؤسسات الدولية لتنسيق الجهود وتبادل المعرفة في هذا المجال هذا وشاركت وزيرة الصحة في حلقة نقاشية بعنوان تعزيز الحوكمة حيث أكدت خلالها التزام مملكة البحرين بتبني أفضل الممارسات العالمية والتعاون مع دول المنطقة والعالم في مكافحة تهديدات مقاومة مضادات المايكروبات بما يضمن صحة وسلامة المجتمع وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر التقت سعادة وزيرة الصحة مع معا للدكتور حسام أبو مرعي وزير الصحة في جمهورية لاتفيا حيث أكدت أهمية تعزيز التعاون الوفيق بين البلدين كما التقت سعادتها بممثل التحالف العالمي لللقاحات والتحصين وتم خلال اللقاء استعراض الجهود العالمية المبذولة في مجال دعم تطوير اللقاحات